لو الله عاوز يتواصل مع الإنسان كيف الصورة اللي أنت عاوز فيها الله يتواصل مع الإنسان هلأ شوف ممكن الله يبعث أنبيا يمكن يبعث رسائل وبعث ملائكة بس ما دام الله بقي في البرج العاجي ما بيحبنا بحبنا بس مش تمام إلا أن ينزل لعنا ساعتها تكمل محب تكون محبة حقيقية ولا تكون محبة محدودة لكن أبعد الحدود وهنا لاحظ هنا إله معصوم عن الخطأ معناته إله معصوم عن الخطأ موجود في عالم ساقط فيه خطية هذه معناها لغة الألم غير الصليب ألم التجسد وعاية إنسان معصوم عن الخطأ وكل اللي حواليه خطات وأشرار وهو معصوم وعارف القلوب وعارف الفكر وعارف كل شيء شوف الألم إحنا نتخيل على مستوى بشري نقول شيخ وقور رجل وقور وشو اللي بدي خليه يصعد هذا الوقور في الشر يعني بيجي عليه تجارب بيجي عليه المجربين حتى يسقطوه وما بيصعد ليش لأنه وقور بس بيتحمل كتير ألام هذه التجارب كيف الله معصوم عن الخطأ لا وكيف يعني الإنسان ما بيقدر يتحمل كل مشاكل الإنسان يعني مين بيتحمل كل الأمراض اللي بنسمعها أمراض السرطان والأطفال اللي بتموت والحروب والتشريد والألم والظلم والكده ما في إنسان بيقدر يستوعب أو يتحمل بيفقع عارف ينفجر لكن تطلب فعلا الله مثل ما ذكرت أنه يخلي نفسه يأخذ صورة العبد وهذا طبعا فوق أنا بالنسبة لي فوق مستوى فكري بس أنا بشكر رب أنه ولو أجا من أجل أنا عشان بحبني ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا اشتركوا في القناة